المحبة الالهية لكن عاوز أتكلم عن أربع أنواع محبة وكلها محبة حلوة وجميلة بس اتشوهت للأسف بعمل وضلال الشيطان المحبة الأولى طبعا أنا بتكلم من لغتها الأصلية من اللغة اليونانية إيروس اللي هي المحبة الرومانسية اللي هي المحبة الجنسية لكن هذه المحبة مرة تانية تشوهت صارت اليوم كل أنواع الإباحية والأفلام كلها بيسموا إيروتك موفيز أو أفلام إباحية اللي هي جاءت من إيروس إيروس هو طبعا إله ابن الإلهة أفروديتس إلهة الحب ولكن أحبة تشوهت هاي فكرة المحبة كما تشوهت في أيام كورنتوس في الكنيسة الأولى هاي المحبة تشوهت اللي المفروض تكون العلاقة من خلال العلاقة الزوجية أن الرجل والزوجة يهبان أحدهما للآخر لكن هذه العلاقة تشوهت مثل فكرة عهد الله في أيام نوح عندما أعطى قوس قزح هذا قوس القزح لما بتشوفه في السماء هو علامة بيذكرنا أنه الله مش رايح يهلك البشر مرة تانية بطفان تاني لكن اليوم أخذ السمبل علامة قوز القزح وصارت تستخدم للشزوز الجنسي وهكذا إيروس تشوهت الفكرة بس هي أصلا هي محبة رومانسية جنسية تمارس في ضمن الزواج الكلمة التانية اليونانية اللي بيستخدمها فيليا أو فيليو فيليو بتعني المحبة الأخوية هاي أو محبة الصداقة هذه المحبة دائما بيتكلم عنها الكتاب المقدس المحبة الأخوية التعبير عن إنسان تجدد وخلص فبيمارس هذه المحبة من خلال علاقاته من خلال اتجاهاته من خلال مشاعره من خلال عواطفه من خلال كل التعاملات يعني سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى أي تعامل آخر كله تعبير عن علاقة بتعبر عن الأخوة وعن الصداقة وهذا طبعا شيء مميز في كنيسة الرب كانوا بيسموهن إخوة الرب أو يعني الإخوة هاي واحدة من الإصطلاحات الكنيسة واحدة من الأسماء كنيسة الإخوة تعبير عن محبة الإخوة بعضهم لبعض أما الكلمة الثالثة اليونانية يمكن استعمالها مش كتير منشوف أكتر إيروس أو فيليو المحبة الرومانسية أو المحبة الأخوية الكلمة الثالثة ستورغي ستورغي اللي هي المحبة من جوة يعني من كيان الإنسان من باطن الإنسان هاي المحبة هي محبة داخلية بس هي محبة طبيعية بنفس الوقت محبة تلقائية مثلاً يعني الأم لما أول ما بتخلف الطفل بجيها الطفل بتطلع عليه في محبة في connection في تواصل هاي المحبة تعال فسرها بلغة تانية ما فيك تفسرها لأنه على طول في إشي connected اشي داخلية تلقائية طبيعية من جوة ربط الأم بهذا الطفل فبتحب الطفل شو ما كان يكون شكله شو ما يكون مريض غير مريض في محبة خاصة داخلية تجاه هذا الطفل يعني مش رح تتعلم هذه المحبة ولا تتورث ولا إنه تختبر هاي المحبة تلقائ في داخلها بحال ما تشوف الطفل أو الوالدين تجاه الأولاد بغض النظر شو الأولاد في محبة خاصة داخلية باطنية تجاه الأولاد صعب تتعبر عنها بس الأم بتحب البابي بتحب الطفل شرحها ما لها شرح هاي هي المحبة النوع الثالث وقريبة طبعا من كل أنواع المحبة المحبة الرابعة اللي هي طبعا الكل منسمع عنها أجابي شو يعني أجابي؟ هي لها معاني كتير هي المحبة التي تقدم ولا تحجم هي المحبة المنتصرة هاي المحبة أحبائي غير مشروطة ما لهاش أي شروط يعني زي عهد الله مع الإنسان مش مشروط بأي علاقة بالإنسان الكلمة اليونانية أو الكلمة العبرية بريت كارات بريت يعني قطع عهد أو باللغة اليونانية داثيكة يعني فيه ارتباط من طرف إما أنت تقبل أو ترفض أنك تدخل في عهد الله نفس الشيء المحبة الإلهية هاي المحبة بدون قيود بدون حدود بدون أي شرط يعني مش يعني المثل اللي بنسمعه دائما في الشرق عندنا الله يحب الذين يحبون الله بحب اللي بيحب طبعا هذا يعني آنانية إحنا بنتكلم واو بنتكلم عن إله أناني بنتكلم عن إله مزاجي طبعا متغير الله بحب وبيهدي ويضل ويعني لا 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 في معلومات خطأ الله بحبك بحبني بغض النظر محبة غير مشروطة حتى المسيح إذا بتتذكروا إن أحببتم الذين يحبونكم يعني أليس العشرون أو الخطأ يفعلون هذا فبقول إن حبيت اللي بحبك أي فضل عندك أي أجر إلك طب ما الناس العالم العادية ده حتى المافيا بحبوا بعض أم بعض المجرمين بحبوا بعضهم البعض لكن الله بحب اللي بحبه الله مش أناني محبته هي طبيعته يعني صعب مثل ما ذكرت في البداية نستوعبها محبة عميقة بإلها أبعاد إلهية سماوية غير مدركة بالفكر لكن نكتسبها من خلال عمل يسوع المسيح هاي المحبة غير مشروطة أحبائي هاي المحبة تسمى المحبة الإلهية من طرف واحد بغض النظر هاي الأنواع المحبة اللي تكلمت عنها للأسف تشوهت بسبب الخطيئة وبسبب الأعمال الشيطانية اللي أفسد صور المحبة اليوم صار الشر خير والخير شر وكل محبة تترجم بالشهوة بالفساد بالضلال بالظلمة يعني بطل الفكر الطاهر النقي المقدس ما هو كل صفات الله وطبيعته بتمشي بتناغم وتناصق وانسجام ما فيك تفصل صفات الله هاي المحبة أحبائي بغض النظر شو نوعها وانا عاوز أقول اللي بيحتفلوا للفالنتاين عيد الحب في هذا الأسبوع يلا كل عام وانتو بخير ربنا هيك يفتح عيوننا نفهم المحبة الإلهية حتى نمارسها بالإطار الصحيح سواء الرومانسية أو الأخوية أو التلقائية المحبة الداخلية أو المحبة الإلهية الغير مشروطة تكون كلها في الإطار الصح حتى نمجد الله اشتركوا في القناة